طحفة لازم على الأقل يشرب 3 لتر مية في اليوم على الأقل؟ على الأقل 3 لتر كل ما بيشرب مية أكتر كل ما بينضف الجسم من الأملاح الأملاح الداخلية أو التوكسيك إلمانت الداخلية بتطرق الأملاح دي برضي دكتورة تنفخنا بالضبط الأنية بتعمل إيه؟ بتتراكم تحت الجلد فبتعمل احتباس للسوائل فبتزود في الوزن فلأ مش مستحف يبقى نشرب مية مش هنقطع الأكل اللي احنا بيحبه لكن هنأكله في وقت معينة العصير لو عصير من غير سكر أورنج مثلا فرش كل الفرش كيوي طبعا طحفة كل الحاجات دي جميلة جدا لبن خلي الدسم عملته مع جوافة لا منتجات الألبان بقى فيها مشكلة جينية بنيجي فيها شوي احنا بنلتزم في منتجات الألبان بتلت حاجات الجبنة الأريش واللبن الرايب والزبادي التلت حاجات بقيت منتجات الألبان هي كل الوظيفة اللي بتعملها لأنها بتعمل انفلاميشن التهابات بتعمل مشاكل كبير فأنا بحاول على قد مقدر أقل منها وخصوصا الناس اللي بتعاني من خشونة المفاصل لازم يقللوا من منتجات الألبان